المصري كان عنده الحساب كان بيعلم من 3000 قبل الميلاد يمكن قبل 3000 لقينا في مقبرة عرفت 1000 قبل الميلاد حقيقة يعني بكاربت 5000 سنة دلوقتي طبعا لقينا في مقبرة أرقام 80, 240 الأرقام دي إيه هل أرقام يعني لما بدأ حسابتها إيه يبقى إذن هو بدأ فكرة دولة المؤسسة دولة المؤسسة القيمة على مبدأ أساسي وهو التعليم فالتعليم عندنا عرف حقيقة المدرسة كان اسمها برعنخ بيت الحياة وانت لقينا طفل بيعلمه فكرة حضرتك زمان الكراسات كانوا بيعلمون على ظهرها أحداث لما تلاقي حضرتك الحتة الكسرة الخشب البورد بتاعه الخشب بتاعه ده أو حتة الكسرة الفقر بيكتب عليها وبيكتب عليها حسابات رياضية عندنا كتاب أحمص عندنا بردي تريند الرياضية عندنا حصص المدرسين لما هنشأل ده هنقول معادلات يعني هنقول طب بس أنا أقول حاجة بصراحة عليش يعني ويتحملنا يعني وزير التربية والتعليم الكلام ده مش موجود في التعليم الماصري الوقت ليه ما بنحكيش عن الرياضيات والحاجات والحسابات ليه ننتظر كتاب يجي لنا من العالم يتكلم علينا وعن العبقرية بتاعتنا وإحنا ما ندرسوش لأولادنا هو الكتاب موجود في مدرس احنا قلنا إن الفكرة موجودة ولكن زي ما بقول حياتك عقدة الخواجة إن الخواجة لكن هو ده موجود ليه استنى الخواجة يتكلم عني إذا كان ده كتابي وفي بيتي وأحلي وجدودي ما أنا بقول حياتك هي دي المشكلة يمكن في رمضان اللي فات بدأت شوية بعض القنوات تفكر من خلال يمكن مثل سلسل بتاع الأطفال اللي تعرض اللي هو حاجة يعني أنا كالليه شرف نشتركت في المدى التاريخية بتاعت الحقيقة كنا بنتكلم عايزين نحط بقى اللي الأجانب بيقولوه لأ إحدى بتاعنا إحنا أيو أنا مش مستنية الأجانب ده أنا عندي المخزون أنا الأصل أنا عندي أنا عندي نقولي لإيه المفتاح يعني هو على فكرة هو بيش كتير من الحضارة المصرية أو الإيجيبطولجي زي العالم ما بيقول عليه لما بيجوا يتكلموا عليه حضرتك بتبقى مشكلة اللي بتقابلهم إيه إنه بشرحوا من وجهة نظره من وجهة نظره هو مش قادر يفهم عقدتنا الشعبية الشارع المصري الحارع المسلسل اللي بتتكلم عليه اسمه يحيا وكنول يحيا وكنول ما بيقول لحدك العرب ده طبعا يعني